السلام عليكم نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وكرحب جميع المتتبعين الأوفية وحتى الجدد اللي ما زال ما نضمش العائلتي الصغيرة يتأبونه وفعل جرس باش يوصلوه كل جديد الفيديوهات والأخبار كريم الغماري قرر أنه يبعد عن عالم اليوتيوب وأنه يغلق القناة دياله السبب لي خلاه يدير هاد شي كامل مع أنه حلها لأنه شف واحد الحب كبير تجاه ديال الناس الوالد دياله وبغي يعودوا بغي يخلي واحد الدكرة والناس يبقوا يشوفوا فيه صلاح ديال الغماري الله يرحموا يوسع لي ولكن كيف ما كتشوفوا معايا فاد ستوري نزل أن بزاف ديال الناس تغلوا هاد الوضع وأنهم حلوا قنوات بالاسم وكي اللي قع بدك ينصب بالاسم دياله وبدو كي بغي المساعدات ومعاوانات مادية وبزاف ديال الحويج كيقول كريم الغماري أنه غد يبعد حاليا على مجال اليوتيوب لأنه تعرض لوحد إهانة ووحد لإساءة من طرف بزاف ديال الناس كي يصفتوا لي أنه استغل الوفاة ديال الوالد دياله باش يطلع على ظهره وبأنه بغي يوصل للشهرة بسرعة أنه بغي يجني أموال طائلة بسرعة وبغي يركب على الموجة ديال الموت ديال الوالد دياله هاد الشي اللي خلاه أنه يقرر أنه يبعد وصراحة كيزيد يأكد في ستوري أن الناس اللي حلوا قنوات بالاسم دياله زادوا كرهو في اليوتيوب هو بغي يدير فيها شي حاجة اللي باغيها وشي حاجة اللي باغي يعطي فيها كيما كيقول مجال اللعب يعني يدير فيديوهات وهو كيلعب اللعب اللي هو باغي ويوري الناس اللي يستهجوا كيما كتعارفو كريم الغماري قرر أنه يبعد تماما حاليا على مجال اليوتيوب وأنه غي يبدأ قاناة جديدة من بعد إن شاء الله من اللي يسالي الدراسة دياله وهذا وغي يصيبها للناس المحبين دياله يعني بغي يديرها كيما كنقوله بغي كتافه لأن هادوك الإيهانات اللي وصلوه ضروه في خاطره كنتمنا أن هذا الفيديو ينال إعجاب ديالكم ما تنسوني شميل اللايك وتعريقكم ومحافظة وكافانة من الاستغلال مشي حنتوا واحد القناة نحلو قنوات أخرى نستغلوه